الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين يا أهل بلد الكرام يا أبناء هذا الوطن الغالي وجه ندائي في هذه اللحظات ونحن على بعد ساعات من افتتاح سنضيك الاقتراع للكنيسة وجه ندائي إلى آبائي وأمهاتي في هذا البلد وفي هذا الوطن وجه ندائي إلى أبنائي وبناتي أبناء هذا الشعب المرابط في هذه الأرض المباركة في أرض فلسطين أناشدكم يا أهل الكرام ونحن في هذا الوقت للخروج غدا إلى صناديك الاقتراع ليكون الرد الحاسم إلى اليمين المتطرف وعلى رأسهم بيبي نتنياهو أننا صوت يعمل له حساب وأن العرب قادرين على تغيير المعادلة بإذن الله تبارك وتعالى ليكون الرد على التحريض ضد أبناء هذا الشعب وضد أبناء هذا الوطن نحن غدا أمام معركة يجب أن نقف ونتحدى القوانين العنصرية التي تسن ضد أبناء هذا الشعب ضد قانون كيمينيتس وضد اقتحامات الأقصى من قبل عصابات اليمين المتطرف لنضع لهم غدا حدا إن شاء الله من أجل أن نحافظ على مستقبل أبناءنا وبناتنا في الجامعات وفي المدارس وفي المؤسسات من أجل أن نحافظ على بلادنا وقرانا بإذن الله تبارك وتعالى يجب أن يكون للصوت العربي إن شاء الله وزن كبير ويجب أن نملأ السنادي غدا بالأصوات للقائمة العربية المشتركة ونحن على ثقة بمسؤوليتكم أيها الإخوة والأخوات الأكارم أننا غدا سيكون لنا الرد المباشر والقوي لنفرح بإذن الله تبارك وتعالى بنصر على هؤلاء الشرذمة القليلون الذين يريدون اقتلاعنا من هذا الوطن وليكون بإدخال أكبر عدد من نوابنا في القائمة العربية المشتركة وشارتها وضاد عين ميم نلتقي غدا في صناديق الاقتراع أنتم أهلا لذلك أنتم أهل الشهامة وأهل العطاء ولن نعطي لهؤلاء أن يفرحوا على حساب هذا الوسط العربي لنكون ردنا قويا بإذن الله تبارك وتعالى وليكون النصر قويا بإذن الله تبارك وتعالى ولتملأ السناديق بالأصوات العربية لنوابنا العرب لندخل أكبر عدد من النواب إن شاء الله رب العالمين نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير إن شاء الله جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته